مرحبا بكم اهلا وسهلا جيت اليومان تقاسم مفطوري معاكم يعني وصفة هاي لشابة وبنينة و بلوس مقارون بالجج في محمر في الكوشة وعلى يعني مقارون هذا طيب دين نطر مانياغ بلك ما يعني نجيب لكم كالكوز استوس تتعلموهم ولا ما كنتوش تعرفوهم ترفضوهم دونك هذا المقارون طيب دونك حر شوية لصوص ودرت له واحد جوغة اي فاسا وليو ندير كي ما يقولو دو زونة بعد نفهمكم ما تتقلقوش ومفوالها ولي كاني سقيه لكم هذا اللي بتي كود لتوك اللي كود الصغار هذو والجج حمرته بوحدة طريقة هاي لها المقارون بنت الرند ووالجج بنت الزعترا تفضلو تشوفو معايا الوصفة كيفاش يعني جات جات هيلا وجات بنينة وفغيمو الجج هذك جات طريق الحبقاك وشوفو هنا يا راني نقطع فيه جات طريطري هايل والا وان شاء الله تعجبكم وصفات تاعي بسم الله جوزو نشوفو قبل كيفاش نحمرو ذاك الجج انا شديت هنا يا مول اللي روح للفوق حطيت شوية زيت زيتون وحطيت نص طير تاع الجج يعني لا كانتو مجويجة صغيرة ديروها ولا انتو مع الحسب العيال انا الجج كبير درت نص طير اكو تشوفو راني نملح ندير فيه الملح بينسو غغسلتو ملح بالخل والملح نشفتو باش هكذا ياك نحطو نديرلو ملح وفلفل كحل نقلب نزيد نديرلو الملح ونزيد نديرلو فلفل كحل والجج يحب الملح شوية سختو تعال فوق باش ميجيكمش سامط مش يديرو فوق لازم ميكو مامي يحب يجي قيسو قيسو والا ومبعد نشد هنا ينفد تت زيترا عندي دي بالبغونش انتع زيترا اه تتماشى بزاف بزاف مع الجاج الزيترا اللي ما عندهاش تدير لحبق ولا تدير لغيقو الزعتر ولا لغو ماغن لا سوج اللي درتوها مليحة انا شخصيا نحب الزيترا في الجاج نحن قدرت هنا كالكو بغونش يعني كالكو بغونش يعني كالكو بغونش يعني كالكو بغونش يعني بمشي مقشرة باش ما تنحرق ليش ونشد كيف كيف هنا ينقطع حبب صل هكذا اه طراف طراف ونديرهم كامل داخل هذا كلو بلاتو ونخليهم يتحمروا مع هذيك الجاجة ويزيدوا ينقوها زيتا في ليدوي دوليف يعني هذ الجاجة راه منكها بزيت زيتون وما تقولوش يجي يريح والاجة ما يجي عندو انقو وحده ان شاء الله هتجربوه وتعجبكم نديروا مويها يعني شوية وحد النص كاس باش ما ينحرقوا ليش هذوك العقاق قريتو ونديرها وفوق الطيب حوالي ساعة نشدو هنا يا اه واش نديرو للمقارون عندنا عندنا بصلة كبيرة وسنينة تثوم وحبا فلفل حار يعني قلتلكم اليوم المقارون حار حار هايل بنتوقو كيجي حار نقطعوها كذا ذاك البصل صغير صغير انا محبيتش نميكسيه يعني قطعتو هكذا باش تجيني لا صوس حق دا وما يطلقش ماه دونك البصل راهو الشباب راهذا البيض هايل ما يكحلش لا صوس وم بلوس دو سايل عندو اي نغي يغو سكري هاذ البصل يجي بنين كيتكترو في الجوازات تيتو دونك فوالا بصلة مليحة نتقدقها كامل باش تولي لي صغيرة صغيرة هكا نزيد نقطع ذيك الفلفلاء نقسمها على زوج ونقطعها يعني لكانت حرانة ماشي فغي ماهو حار بفوق اللازم مينتو ماعينكم ميزانكم والا سينو ديرو نص ولا لي عندها دراري ما تحبش الحار ما تديرش سيباو بليجي وهاباكد ثوم رايحة نرابيهم بعدا ذوك نروحو لفوق النار عندي المايغ لي واحد ريتلا ونص درتين باكي تاع مقارون هذوك ليكود صغير مينيكود ثم نديرو زوج وريقات رند المقارون كديرو لورند يجي عندوري حشابة ونديرو شوية زيت ونملح سينو غمال مغرف كبيرة في هذا كونتيتي باسك علاش باش يشرب ويجيبنين ونحركو ونخليه طيب هنا يا ما خلي شي طيب بزاف يعني واحد النخ مينوت ماكسيموم ما تزيدولوش غير يرفض دلغة يبدو تحسبولو ونبعدا نشوفو واش نديرو يعني الوصفة تاع اليوم هايلا سوختولي عندها دراري يحبو هذ المأكولات هذو وعلا نبدلو يعني مطعام نبدلو من روز سا غيست اللي بات ابنان شوفو انا كي غطيتو او قريب يوجد غطيتو نص غطيابة بس كل كنت غطوه كامل يفض دونك خليتو نار قليلا وراني نحرك في هنا يا هاولي كتاب نغمال مقالدينتي يعني طب قيس قيس ماشي منخلوش نحي يتحرحر ونبعد واش نديرها نايا وفالا شوفو هذو مالي كود نبدأ نحي لاسوس ذوك نحي المالي طب فيه المقارون نحي قيس واحد الكاس كاسونس نستحقون بعدا باش ندير لاسوس تومات التاعي على خاطش فيها اللاميدون هذي يعني مليحة وفيه الزيت وفيه الملح دونك شوفو مبعدا واش نديرو به من نوليه باش ما نرموش كامل المتاعو وفالا البنه غاره يتماء وسيختوو اللاميدون نستحق هذك اللاميدون دونك ننحي واش ننحي ومبعد ندي هذك المقارون نقطرو ونخليه واللينا اللي هنالت نجرا حطيت شوية زيت تحبو زيت زيتون ولا زيت صنغو هيب زيت زيتون يجي بنين زيت حطيت زوجو وريقات رند ونحطها ذاك اللبصل مع الفلفل يتقلاو والا يعني صوراي واضحة ولاغوستاي واضحة ودو وقتكم باش طيبو باش جي مكلتكم بنينا والا دونك هنا ندو ونجيبو حتي تحمس مليح ذاك اللبصل مع ذيك الفلفل هاذيك وذو كل وريقات تعرن دي طلقوا البنا تحمس نزيد هنا ذوك سنيناتو مربيتهم ونزيدهم تحبو تدرسوهم ولا ترحوهم كي ما حبيتو وندي ونجيب حتي يتقلا كلش غطيتهم وخليتهم يعني ذبالو كي ما يحب الخاطر ولي تليهم هنا يا ومبعد وش ندير يعني نزيد هنا طوماتيش انا وش درت حبا طوماتيش ميكسيتها مع شوية عكري سيتو يعني هنا يا كتشوفو حبيبا مع عكري سوختو كي تكون طايبة ولا خفتوها وكانت قرصة بزف زيدو لها شوية سكر وميكسي وكلش تولي ان بيغي دو طومات ونزيد طوماتيش نتعل بباطا هنا يا راح ندير انا بان كوية غاسوب يعني مغرف مليحة ولا زوج انا قدرت واحدة ونص هاي ليكم يحب طوماتيش هذا الماقارون يعني هذي يا لاصوس تاعو نخلط مليح ونقلي كلش مازاني نقلي يا ما نتقلقش انا خليتلكم ما كوبيتلكم والو وش نو زربتلكم بارك نخلي كلش يتقلى في غرضو شوفو نغطي ونولي نحرك كنسي دو سويت باش فغي ما يعني يطيبو تخي تخيبيا ونبعدرت شوية ملح وشوية فلفل كحل ورايحا نمرق بهاك الماء اميدوني يعني اللي فيه الاميدون تاع مقارون نمرق غير شوية وحدي الكاسدر تاب بخي شوفو ونخلط تخيبيا عقدت يعني شوفو غير نرميت بدا تعقد عيليكم عقدت تخيبيا از تخليتها شوفو فغي ما مكاش ولا تهاي لكم صيدرت الفارينة لداخل وهي غرب هاذا كلاميدون تاع مقارون عقدت هنا يا كي طلع الهاليدة وش نزيد زدت هنا يا الفرماج أنا ربيت الموزاغل يعني كان عندي الموزاغل ربيتها ونزيدو او بخي واحد الكاس حلب كمسي كمسي خدمتو ينبيشامل وخلطوها معاه يعني راكو تشوفو دي زونا سبوسا قوت لكم مقبيل مقارون دي زونا ولو اللي انطيب لبيشامل واحدها ولا صوص طومات واحدها انا درتها دي زونا ولا يعني انتخيبو ناستوس وصوختو يلا درتو لاموزاغل تبدا تعلك عليكم وان بقتو تسويت نارمي هذك المقارون اللي قلتلكم راكو طايب اا اا بوان يعني سويس وار قولوو ماذا نزالو يابس شوية وكيزيد يتحل في هذا لاصوس نخلطوها تخيط خبية وتجي معطرة هايلا ومعاريحة الراند وتجي حار يعني ما شاء الله ولا لطوالي هذك تفيت له وخليتو اندور ذاك الجاج بدا يتحمر هنا جازو عليه واحد بلوس دين دومي يوغ تحمر المنظر نشد المنظر و نرمو عليه الزيت حتى يزيد يتحمر ملح و يأتي بنين هذا الزيت يكون من الكهب بلوتان و البصل و التوم نعود أن يتحمر و نقوم بغطيته و لا نغطيه و نقوم بغطيته في طنجرة و نضع هذا المنظر و نرى هنا كيف يفشل كما يقولون و تقدروا تخبوهم مرة أخرى و نرى أن نسقي كما أردت لكم في الأول و نضع هذا المنظر و نضع هذا المنظر و نضع هذا المنظر و نضع هذا المنظر تبقى والأخير إلى وصفتنا أخير